طيب نخش معك بقى عن موضونا النهاردة عن الفرقة بين الحزن والاكتئاب نبدأ معك بالحزن الحزن يعني ايه هو المفهوم العلمي بالنسبة للحزن هو الحزن مشاعر يعني ايه مشاعر يعني حاجة بحسها جوايا مرتبطة بحدث بيحصل يعني فيه سبب بوصلني الحزن وغالباً بيكون الفقد فقد شخص فقد فلوس فقد وظيفة بيت حصل لي مشكلة اتعرضت الحاجة فقدت فيها حاجة عزيزة علي فحسيت بالحزن بس الاكتئاب مش لازم يكون له سبب الاكتئاب مرض مختلف تماماً عن الحزن يعني الحزن مشاعر فقط مشاعر حزن لازم حاجة حصلت لي حاجة تعرضت لها بس الاكتئاب مرض ممكن ييجي مجرد كمياة في المخط لغبطت فبالتالي ما عنديش سبب وممكن جداً الحزن يتحول لطبعاً الاكتئاب انا كنت عسألك اه هو ممكن اه الحزن يؤدي الى اكتئاب والعكس الاكتئاب يخلي الانسان حزين أو لانه هو فيه شكل من الاكتئاب اسمه الاكتئاب التفاعلية انا فقدت شخص مثلاً عزيز عليها جداً فابضلت في الحزن ده فترة طويلة فتحول الاكتئاب اوكي فعشان نفهم فرق ما بينهم محتاج اعرف بقى ايه هو الاكتئاب محتاج اعرف الاعراض اللي منها اعرف يعني ايه اكتئاب